أول حاجة لابد أننا نتقدم بالعزاء دينا وتعزي دينا الحافة العائلة الضحايا على الكاريتة اللي وقعت بطانجا اليوم والحد الآن كان وفادي الـ 25 شخص ولابد كذلك أننا نتكلم على المسؤولية القانونية وكذلك التكيف القانوني لهذه الأفعال يعني التكيف الآن باستقراء الأحداث اللي بقى ما واضحاش كلها يعني التكيف القانوني اللي هيكون لهذه الأحداث هو القتل الغير العمد واللي منصوص لديه في الفصل عام 132 من القانون الجيناعي ومعاقب عليه من 3 أشهر إلى 5 سنوات ولكن المشكلة بالنسبة لهذا الفصل هو أنه هذا الفصل يطبق مثلا على حوادي تستير الغير العمدية ويعني مجموعة من الجرائم يعني في هذا الباب إذن بينما هذه الجارمة هي واحدة جارمة اللي هي يعني أودت الحياة وربما تهتم تكيف ديالها على أنها جيناية على حسب واش هناك عنصر العمد ولا لا في القتل وكذلك هناك المخالفة ديال عدم توفر على إجراءات السلامة الصحية المنصوصة لها في المادة العشرين من المدونة الشغل وكذلك فتح ديال هاد المصنع أو هاد المحل بدون رخصة يعني بدون رخصة للمؤسسات الإدارية كين واحد القانون اللي كيتعلق بهذا المؤسسات المصنفة وهو كيرجع الـ 14 غرش 1925 اللي تيتعلق وكيتطلب اللي كيتعلق بالمخاطر الصيناعية بالنسبة للمؤسسات المصنفة واللي كانت الدولة بغدر فيه جديد يعني وما كانش فيه جديد حد الآن كانت واحدة مذكرة واحدة ديالوزارة الداخلية في 2001 كتت يعني كتنص على أنها الصرامة فيما يخص هاد المؤسسات المصنفة أو المؤسسات الصيناعية يعني هاد المذكرة ديالوزارة الداخلية تسائل يعني السلطة المحلية من قياد وبشاوات يعني وعمال بالنسبة للمنطقة واللي كي صهروا على تطبيق القانون وكذلك بمراقبة المخالفات فيما يخص المحلات الغير مؤخصة إلا كان لحد الآن كانت تكلموا على واحد المحل اللي هو سيري ولكن إلا كان هاد المحل المؤخص كين هناك مسؤول يدي الوزارة تشغيل ومفتشي شغل يكي صهروا كذلك على شروط السلامة وكذلك هاد مناسبة الوزارة تجهيز لخصتها يتحدث القوانين فيما يخص فتح المحلات الصيناعية وكذلك تعزيز المراقبة لأنه وللأسف كين هناك مجموعة كبيرة من المصانع السيرية اللي موجودة في عدد كبير من الموضوع المغربية واللي خاصة تكون هاد الكاريتة يعني هي السبب في تشديد المراقبة عليها وكذلك في الضرب من حديد على هاد الأشخاص اللي كيتسبوه في مآسي وكوارث إنسانية وبالنسبة للتعويض إلا كان هناك تأمين بالطبع تأمين على هاد المصنع هو اللي هي توجهه دوية الحقوق في المواجهة دياله يعني باش يتعوضوا ولكن إلا ما كانش هناك تأمين للآسف فراء هي يكون يعني في مواجهات صاحب هذا المصنع يعني بالنسبة للشيكاية الجنحية هيتقدموا بالمطالب المدني في المواجهة دياله دوية الحقوق باش تحكمهم محكمة بهذه التعويضات ترجمة نانسي قنقر